موسيقى الثانية عشر ليلة بتوقيت القدس الشريف نشط مفصلة للأخبار وإلى العنوية الأمن التونسي يعتقل زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي بعد مداهمة منزله والحركة تطالب بالإفراج الفوريان بعد الجزائر وزير الخارجية السوري في تونس لثلاثة أيام لإعادة تطبيع العلاقات مع استمرار المعارك بين الجيش السوداني والدعم السريع وارتفاع حصيلة الضحايا البرهان يحل قوات الدعم السريع وحميتي يطلب تدخل المجتمع الدولي مكرون يدافع عن إصلاح نظام التقاعد ويقول إنه يشعر بغضب المعارضين له وقادة النقابات والمعارضة يعدون خطابه انفصالا عن الواقع الفلسطينيون يحيون ليلة القدر ونحو 280 ألف مصل في المسجد العقص المبارك أهلا بكم نبدأ نشرتنا من تونس حيث أوقفت فرقة أمنية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إثر صدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وفق ما أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة تونس أفريقيا للأنباء مضيفا أن الفرقة الأمنية فتشت منزل راشد الغنوشي وحجزت كل ما يفيد التحقيقات بإذن من النيابة العمومية وأضف المسؤول أن الغنوشي سيبقى على ذمة الأبحاث في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان قد أدل بها حتى اتخاذ الإجراءات بخصوصه حركة النهضة طالبت بإطلاق الغنوشي فورا والكف عن استباحة الناشطين السياسيين المعارضين وفي بيان وصفت النهضة اعتقال الغنوشي بالتطور الخطر البعيد عن احترام أي إجراءات قانونية دعية من سمتهم الأحرار في تونس إلى الوقوف صفا واحدا في وجه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين على حد تعبير البيان وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قد قال إن الانقلابات لا يحتفى بها بل ترمى بالحجارة جاء ذلك خلال اجتماع لجبهة الخلاص الوطني دان خلالها الغنوشي مؤيدي ما سماه الانقلاب في تونس الانقلابات لا يحتفى بها الانقلابات ترمى بالحجارة لأن أشد المنكرات هو الاستبداد فأن النخبة التونسية أو قطاع كبير من احتفاء بالانقلاب هذه فضيحة ينبغي أن لا نتسهل معها وأن لا نمارس معها يعني السمحة ينبغي أن تدانب بشكل ولذلك أعتبر أن من النجاح أن ما حققته الجبهة ونجاح لنفيه تجاوز لهذه الاعاقة تم الاعاقة في تونس هي الاعاقة بكريمية دونجية هي تؤسس في الحقيقة للحرب بالأهلية إلى السودان حيث تستمر المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وأكدت مصادر طبية مقتل نحو 180 مدنيا حتى الآن الجيش السوداني قال أنه يسيطر على الأوضاع وأن قوات الدعم السريع لا مقار لها في الخرطوم وأكد الجيش أن مطار الخرطوم بات تحت سيطرته على نحو كامل في المقابل قالت قوات الدعم السريع أنها سيطرت على مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون في الخرطوم وعلى مطار مروي في شمال البلاد أصدر رئيس مجلس السيادة السودانية عبد الفتاح البرهان قرارا بحل قوات الدعم السريع وإعلانها قوة متمردة وقالت وزارة الخرجية السودانية أن الأحداث المؤسفة التي بدأت السبت الماضي نتجت من تمرد قوات الدعم السريع مشيرة إلى أن الوسطات الوطنية والإقليمية والدولية فشلت في إقناع الدعم السريع بالاندماج في القوات المسلحة وأكدت الخرجية السودانية أن ما يحدث شأن داخلي وينبغي أن يترك للسودانيين إنجاز التسوية المطلوبة بعيدا عن التدخل الدولي إسرائيل دخلت على خط الصراع في السودان وقال وزير خرجية إلي كوهين إن تل أبيب تعمل كل ما بوسعها لتهديئة الأوضاع في السودان وفي مقابلة إذاعية رأى كوهين أن دخول جماعات إسلامية وصفها بالمتطرفة إلى السودان لن تكون له تابعات إيجابية بالنسبة إلى إسرائيل لمؤشرات حتى الساعة على اتفاق وشيك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وسط تساؤل هل الحرب المندلعة صراع على السلطة أم نتيجة طبيعية للأزمات السياسية والعسكرية والبروج الدعم السريع والقوات المسلحة حيقوم بناتهم اجتماع مستحيل كل ذلك النفي لشبهة الخلاف بين الجيش وقوات الدعم السريع لم يكن كافيا لمنع الطلاق بين رئيس مجلس السيادة ونائبه زواج مصلحة تحول إلى حرب مفتوحة وصراع خالص على السلطة بهدف السيطرة على السودان الآن وقد بدأ إطلاق النار تغير الخيطاب كله فتصف قوات البرهان حميدتي بأنه مجرم وتضع ثمنا لرأسه في حين يقول قائد قوات الدعم السريع أنه عندما يتعلق الأمر بخصمه فأن قواته إما ستقبض عليه وتقدمه إلى العدالة أو سيموت ولم يفوت لعب الورقة الإسلامية لكسب نقاط التعاطف الدولي بل دع المجتمع الدولي إلى التحرك عاجلا لوقف ما وصفه بالحملة الوحشية ضد الأبرياء هي حرب توقعها كثيرون كنهاية حتمية للأزمات السياسية والعسكرية المتتالية اكتملت شروطها فاندلعت مخلفة الدمار والرعب بين المدنيين والموت في العاصمة والأطراف من غربها إلى الشمال وصولا إلى الشرق وهي تستمر من دون وضوح الأفق بشأن التوصل إلى وقف لإطلاق النار باستثناء هدنة تسمح بفتح ممرات آمنة فيما أطلقت نقابة أطباء السودان نداء عاجلا للمنظمات الإنسانية والهيئات الصحية الدولية والإقليمية لتقديم العون وتوفير الإمداد الطبي لكن لا شيء حتى الساعة يؤشر إلى اتفاق وشيك فرئيس مجلس السيادة أصدر قرارا بحل الدعم السريع وانتقاله إلى المرحلة الأخيرة من خطة العملية وهي مطاردة من سماه العدو فيما يواصل الأطراف الخارجيون المعنيون اتصالاتهم تحت عنوان حث طرفين على التهديئة ووقف إطلاق النار وصف رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك ما يجري بحرب لعينة المنتصر فيها خاسر في المحصلة تبرز التساؤلات عن مدى تورط طرف ثالث أو أكثر في الصراع الذي تشهده الخرطوم وعن مواقع اصطفاف اللاعبين الخارجيين ولسيما أصحاب التأثير في المشهد السوداني وكيف تنقسم القوى الإقليمية والدولية في دعم البرهان وحميتي لتحقيق مصالح تتعدى حدود هذا البلد ولسيما نتدخل الأجنبي في السودان ليس بالأمر الجديد دان الأمين العام للأم المتحدة أنطانيو جوترش بشدة القتال في السودان داعي أن قادة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى وقفه فورا واستعادة الهدوء وبدء حوار لحل الأزمة وقال جوترش أنه تحدث إلى البرهان وحميتي وأنه يتواصل مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وقادة المنطقة أي تصعيد آخر قد يكون مدمرا للبلد والمنطقة أحث كل من له تأثير في الوضع على استخدامه من أجل قضية السلام لدعم جهود إنهاء العنف واستعادة النظام والعودة لمسار الانتقال كان الوضع الإنساني في السودان محفوفا بالمخاطر بالفعل وهو الآن كارثي أدين سقوط قتلى وجرح في صفوف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني واستهداف ونهب المباني وأذكر جميع الأطراف بضرورة احترام القانون الدولي بما في ذلك ضمان سلامة جميع موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية جبهات الجيش السوري مع قصد شهدت توترا هو الأول في نوعه منذ سنوات فقصفت قصد مواقع للجيش السوري في دير الزور ردا على تصعيد ضد القواعد الأمريكية في المنطقة ما يفتح الباب أمام تغير في واقع الجبهات شرق الفرات وغربه لسنوات فرضت التفاهمات نفسها بقوة على جبهة الجيش السوري وقصد شمال شرق سوريا تداخلت نقاطهم العسكرية وانتشر الجيش السوري لمواجهة تمدد تركي شمال البلاد هدوء لربما تبدده مساعي واشنطن لخلط الأوراق في سوريا طبيعة الحدث الذي حصل في قرية حطلة في ريف دير الزور الشمالي هو عمل فردي كما عبرت عنه قصد في بيانها وهي الحريصة كما هو الجيش السوري حريص على أن لا يحصل هناك أي صدام بين الطرفين ويراهنان على إيجاد تسوية واتفاق كامل حول منطقة الجزيرة السورية إلا إذا كان هذا العمل هذا العمل الفردي وفق التحقيقات ممكن أن يظهر ذلك هو تدخل أمريكي تزايد عمليات استهداف القواعد الأمريكية شرق الفرد يفتح الباب أمام تحرك أمريكي لتحريك واشنطن الذروعها في قصد لضرب استراتيجية عدم الاشتباك مع الجيش السوري بيان للأخيرة أكدت فيه قصفها مناطق خضيعة للجيش السوري ردا على قصف استهدف القواعد الأمريكية قذائف صاروخية حملت بصمات واشنطن وأطلقتها قصد أعتقد أن الولايات المتحدة أرادت قصد برأسين رأس الأول كي تؤثر على المحور الإيراني والمحور الثاني أيضا برأسين محور مع تركيا ومحور ضد تركيا نتمنى على قصد أن تثبت أنها شجاعة وتفكر بالوطن الذي موجوده على أرضه وعاشت في كنفه قبل خمس سنوات ارتكب الأسيش في قوات السورية الديمقراطية مجزرة بحق جنود سوريين وقد ثبت دور أمريكي في الحادثة التي غابت لسنوات قبل أن تعود اليوم على نحو آخر قيادة قصد تتبنى قصفا ببيان رسمي وتفتح تحقيقا بحادثة أخرى ما يطرح مجموعة تساؤلات عن مدى تمكن قصد من الحفاظ على جبهات هادئة مع الجيش السوري رضا الباشا حلب الميادين أقيم احتفال شعبي بعيد جلاء الفرنسيين عن سوريا في موقع التيناء في الجولان السوري مقابل بلدة مجدى الشمس المحتلة وجدد المشاركون العهد على متابعة الدرب حتى تحرير الجولان تقرير محمد الخضر تحت سفوح جبل الشيخ على بعد عشرات الأمتار من بلدة مجدى الشمس المحتلة مئات السوريين من أبناء الجولان في احتفال رمزي بالذكرى السابعة والسبعين لجلاء المستعمر الفرنسي عن سوريا يتردد صد كلامهم عبر فضاء مفتوح تحت رقابة الجنود الإسرائيليين ومراصدهم جايين لنشارك بذكر الجلاء السابعة والسبعين على هاي الأرض مقابل للعدو الصهيوني لنذكر بذكر جلاء العدو المستعمر عن أرضنا الغالية ولنذكر بأنه عيد الجلاء الجاي إن شاء الله رح نكون بقلب الجولان جايتي لهون أنا كسوري تعني لي كثير ولأول مرة يعني هلأ أوصلت وشفت الأخوان الأشقاء بالجولان يعني شي عن جد يدمع له العين طبعا رمزية الوقوف هنا تأكيد على تجدر أهل الجولان في تجمعاتهم في ريف دمشق ودمشق ودرعة أنهم إلى أرض الجولان عائدون وأن هذا الاحتلال لابد إلى زوال إنها مناسبة لاستنهاد الهمم على طريق خطه أبطال الاستقلال في مقارعة الاستعمار والعدوان يكمل الجولانيون على طرفي شريط الفصل مسيرة أبائهم في رفض الاحتلال وممارساته في الاستيطان والتهويد وطمس الهوية السورية هذه الأرض الجولانية السورية المحتلة التي يجسد أبنائها وخفات العزي مع كل شهيق وزفير هؤلاء المقاومين الصامدين الذين مذالوا متشبسين بأرضهم نعيدهم بأن المقاومة ستنطلق من هنا من أرض الجولان من هنا موقع عين التينة لتحرير أرضنا من براثين العدو الصهيوني أهالي الجولان المجتمعون في مجدل شمس أكدوا في كلمات عبر مكبرات الصوت التمسك بالجولان كجزء لا يتجزأ من سوريا وحتمية زوال الاحتلال الإسرائيلي لإحياء ذكر الجلاء على مشارف الجولان المحتل رمزية كبيرة لدى السوريين من هذا الموقع المتقدم في مواجهة مراسد الاحتلال يعلنون تمسكهم بهوية الجولان السورية وتصميمهم على عدم التنازل عن ذرة من ترابه مهما بلغت الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية محمد الخضر من موقع عين التينة في القنيطرة الميادين أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن قوات بلاده تواصلوا القضاء على الإرهابيين شمال العراق كما فعلت في الشمال السوري أكار وخلال فعالية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية قيصر أشر إلى أن من وصفهم بالإرهابيين في الشمال السوري دفنوا في الخنادق التي حفروا بأنفسهم مؤكدا أنه يجري القضاء على مخيمات الإرهابيين ومستودعاتهم شمال العراق فاد مراسل الميدين بأن عدد المصلين الذين يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى المبارك وصل إلى نحو 280 ألف مصلين وتوافد عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين لحياء ليلة القدر في المسجد الأقصى المبارك على الرغم من إجراءات الاحتلال الإسرائيلية التي تحول دون وصول أعداد كبيرة من المصلين إلى القدس وخاصة من فئة الشباب وشهدت حواجز الاحتلال المنتشر على مداخل مدينة القدس بعزلها عن باقي مدن الضفة الغربية توافدا واحتشادا كبيرين للمواطنين الذين تحملوا المشقة من أجل الوصول إلى المدينة المقدسة برغم كل العراقيل المفروضة أمامهم وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مدينة جدة بدعوة رسمية من السعودية وذلك للقاء ولي العهد محمد بن سلمان اليوم للتشاور بشأن تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة واستقبل عباس في مطار جدة نائب أمير منطقة مكة المكرمة وعدد من المسؤولين وطاقم السفارة الفلسطينية ويرافق عباس في الزيارة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إحسان الشيخ ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجد الخالدي أجل الاحتلال الإسرائيلي إصدار قرار في طلب الإفراج بالكفالة عن الأسير الشيخ خضر عدنان حتى يوم الخميس المقبل بالرغم من خطورة وضعه الصحي ويأتي ذلك بينما يواصل الأسير عدنان إضرابه عن الطعام لليوم الثالث والسبعين على التوالي رفضا لاعتقاله التعسفي الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس محمد الشقاقي أكد أن وضع الأسير عدنان الصحي يزداد تدهورا وقال للميدين إن ما يسمى محكمة سالم العسكرية الصهيونية تأجل أصدار قرارها في طلب الإفراج بالكفالة عن الأسير عدنان الشيخ في آخر رسالة وصلت لنا وضعه الصحي يزداد سوءا وجسده يتلاشى بشكل واضح لا يستطيع الدخول لقضاء الحاجة جسده يميل إلى الاسترار وهذا مؤشر الخطر وعلامات تدل بأن الشيخ يذهب إلى الشهادة في الاحتلال الأصدروني الذي رفض قبل قليل إصدار قرار بتأجيل هذا القرار الذي صدر من ما يسمى بمحكمة سالم العسكرية الصهيونية التي أجلت إصدار قرار طلب الإفراج بالكفالة عن الأسير القياد خبر عدنان ليوم قدم إن شاء الله يقدر عدد عمليات الاعتقال ضد الفلسطين منذ عام 1967 بنحو 800 ألف عملية اعتقال أي إن أكثر من 20% من أبناء الشعب الفلسطيني قد دخلوا السجون الإسرائيلية لفترات مختلفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احيت لجنة الأسراء للقوى الوطنية ومؤسسات شؤون الأسراء في قطاع غزة يوم الأسير الفلسطيني مجددة رفضها الاعتداءات المتصاعدة بحق الأسراء ودعت اللجنة إلى أوسع حراك محلي وعربي ودولي دعما لصمودهم أحمد غانم والتفاصيل لحرية الأسراء رفع هؤلاء أصواتهم عاليا في هذه المسيرة التي جابت شوارع غزة إحياء ليوم الأسير الفلسطيني رسائل دعم وصمود للحركة الأسيرة في وجه السياسات العنصرية المتصاعدة جددت مؤسسات الأسراء تأكيدها مع إسرار الحكومة الإسرائيلية على التنكر لحقوقهم هناك حرب شعواء واضحة تقودها هذه الحكومة اليمينية الفاشية وتصدر الأرعن بن كفير لكي يقود مخطط إجرام الاستئصال وقتل وتصفية الأسرة في داخل السجون والحركة الأسيرة على ما يبدو في المنظور القريب لن تصمت إزاء هذه الجرائم وسيكون لها موقف حتى بعيد شهر رمضان المبارك ربما تباشر خطوات النضالية التسعادية لجنة طوارئ الحركة الأسيرة دعت إلى إنهاء الانقسام واستنفار وسائل المقاومة كافة ردا على الانتهاكات الإسرائيلية وطالبت بأوسع تحركات شعبية وسياسية وبرسم برنامج نضالي لدعم الأسرة موقف ترافق مع تأكيد فصائل المقاومة أن قضية الأسرة في سلم أولوياتها نقول لهذا الاحتلال الصيوني لن ينال أسراكم عن نور ما لم يراه أسرانا إلى أبطال ونحذر على الاحتلال الصيوني من مغبة مواصلة عدوانه على أسرانا إلى أبطال أكدت المقاومة دائما بأنها لا يمكن أن تتخلى عن أسرها وأن سلاحها سيبقى مشرا في وجه الاحتلال الصيوني وإذا تمادى الاحتلال الصيوني في جرائمه ضد أسرانا داخل السجون الصيونية ستكون للمقاومة كلمتها وتواصل سلطات الاحتلال فرض سياسة الإهمال الطبي والعزل الانفرادي والتنقلات الإجبارية بحق الأسرة فضلا عن حرمانهم الزيارة سياسات تؤكد الحركة الأسيرة أنها لن تكسر إرادتهم للمحكمة الجنائية الدولية ولا حتى مواثيق الأمم المتحدة حدت من جرائم الاحتلال بحق الأسرة الفلسطينيين الذين يواجهون السياسات الاحتلال العنصرية لكل إصرار حتى نيل حريتهم أحمد غانم غزة الميادين أحيى الفلسطينيون يوم الأسير الفلسطيني بمسيرات وعتصمات عمت مدن الضفة الغربية وجاء أحياء اليوم دعما للأسير المريض وليد دقة الذي يعاني من حال صحية خطرة بسبب إصابته بمرض السرطان نسي سلمي والتفاصيل وليد دقة مريض بالسرطان وفي وضع صحي خطير ومحكوم بالسجن تسعة وثلاثين عاما عبد الباسط معطان معتقل إداري أمضى في سجون الاحتلال أكثر من عشر سنوات ومريض بالسرطان وحاله وصفت بالخطيرة ومعهما أكثر من سبعمائة أسير المريض يقاومون الأمراض ويقاومون السجان في ظل سياسة إهمال طبي متعمد تتبعها مصلحة السجون الإسرائيلية وفي يوم الأسير الفلسطيني تعالت أصوات عائلتها من أجل تدخل دولي لإنقاذ حياة المرضى من الأسراء الأسير عبد الباسط معطان هو مريض سرطان القولون مرغوض الدينفاوية ومع ذلك إدارة السجن عوفر تتعمد تمديد الاعتقال الإداري له وهو يعني معتقل إداري رغم مرضه وتتعمد كذلك إدارة السجن الإهمال الطبي له يعني بشكل متعمد وبشكل فضيع حيث أنه حتى هذه اللحظة لم يتلقى أي نوع من العلاج رغم تدهور حالته الصحية أهالي الأسراء اعتصموا في مراكز المدن في الضفة إحياءاً ليوم الأسير في وقتاً تصاعدت فيه سياسة الاعتقالات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ليصل عددهم إلى أكثر من خمسة آلاف أسير بينهم ألف أسير إداري هناك مئة وستين طفل ما دون الثمنتاشر عام أيضاً هناك عندنا اللي أمضوا أكثر من أربعين عام من عشرين عام هم حوالي أربعمائة أسير وهذا عدد مهول أيضاً هناك عندنا خمسمية وتقريباً وخمسين أسير محكومين مدى الحياة مؤسسات الأسرة طالبت بإعادة تفعيل قضية الأسرة في المحافل الدولية والقانونية ولسيما مع تدهور الوضع الصحي للأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ أكثر من سبعين يوماً هو الآن في وضع حرج للغاية لا يستطيع الحركة لا يستطيع الكلام بوادر الهزل والضعف على جزده واضحة ولا يتحرك إلا على الكرسي وهو الآن مصطع على السرير وكانت لجنة طوارئ الأسرة قد وجهت رسالة إلى الفلسطينيين للوحدة وإنهاء الانقسام قد تكون إسرائيل دولة الوحيدة التي تحتجز أسرة أحياء كانوا أم أمواتاً مخالفة بذلك ليس فقط القوانين الدولية وإنما قوانين الإنسانية نسر سلمي رام الله الميادين العاصمة العراقية بغداد تحتضن فعليات مهرجان القدس الدولي للشعر العربي في دورته الثانية بحضور جمهري حاشد تقرير محمد الفهد بغداد تنشد للقدس هو عنوان مهرجان القدس الدولي الثاني للشعر العربي قصائد ومقطوعات وطنية ووجدانية نلقاها كبار الشعراء العراقيين تغنت بفلسطين وقدسها وشعبها الصامد والمقاومي للاحتلال لم تنقطع المهرجانات والندوات والمؤتمرات والمحاضرات التي تحشد الذهن والروح والقلب للوقوف مع القدس الحبيبة التي تستحق منها كل شيء لا يمكن أن ننسى القدس في أرواحنا وفي فكرنا وفي أشعارنا وفي قصائدنا وفي أحلامنا الارتباط الروحي والثقافي والاجتماعي بين الشعبين العراقي والفلسطيني لم ينقطع وصاله منذ عقود حيث التضامن والحضور الميداني في مناسبات عديدة منذ بدايات المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي فما هذا المشهد سوى صورة عن ثبات أبناء الرافدين على عهدهم في دعم القضية الفلسطينية بالوسائل كافة ليس غريبا أن نرى شعب العراقي يتفاعل بهذه الضخامة وبهذه الفاعلية بحيث يكون نشاط في كل مكان في العراق دعم الفلسطيني لأنه يؤمن أن قضية فلسطينية والصراع مالكيانسيوني هو صراع كل المنطقة وليس صراع فقط للشعب الفلسطيني مؤسسة القدس التقافية في العراق التي تنظم فعاليات مهرجان القدس الدولي للشعر العربي تقول إن أصداء هذه الدورة الثانية كانت واسعة وإيجابية لكونها تزامنت مع فعاليات يوم القدس العالمي للقدس وفلسطين صدحت حناجر الشعراء بقواف جملت سطور الشعر لتكتمل صور الثبات على الموقف وانتزاع الحقوق المغتصبة ظلما وعدوانا هكذا هي بغداد لا تغادر هموم العرب والمسلمين قلبها على مر التاريخ محمد الفهد بغداد الميادين قال زائم المعارضة الإسرائيلية إير لبيد أن ترويج الحكومة لقانون التجنيد الجديد الذي يعف الحردين من الخدمة العسكرية يعني نهاية جيش الشعب وفي تصريحات للقناة الثانية عشر الإسرائيلية وصف لبيد قانون التجنيد بالاستسلام غير المشروط للتهرب ورفض الخدمة مضيفا أن ذلك يمثل تنازلا عن القيم التي أسست عليها دولة إسرائيل على حد تعبيره هاجم عضو الكنيسة الإسرائيلية فيكدور لبرمان قانون التجنيد الجديد مشيرا إلى أنه تثبيت لموضوع التهرب من الخدمة في الجيش لبرمان قال أنه لا يمكن الاتفاق مع من سماهم مقاولي أحزاب شاس ويهدوت وهترى بخصوص القانون دعيا إلى تجنيد جميع من تتجاوز أعمارهم الثمانية عشر عاما من دون تساهل مشددا على عدم السماح بمزيد من الإعفاءات التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين تنياه بن الشاه المخلوع رضا بهلوي بهلوي الذي يزور تل أبيب وكان في استقباله في مطار بن جوريون وزيرة الاستخبارات جيلا جامليل التي قالت أنها فخورة باستضافة في إسرائيل بصفة أكبر شخصية إيرانية تزورها على الإطلاق صحيفة هارتس رأت أن ذلك غباوة إسرائيلية جديدة وقالت أن بهلوي الذي يعيش منذ 44 سنة في لوس أنجلس يحلم بالعودة إلى إيران لكنه لن يقودها فاصل قصير بقوا معنا ألامكم من جديد جدد الرئيس الفرنسي مانويل ماكروان التأكيد على أن إصلاح نظام التقاعد ضروري لبلاده مؤشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يشعر بغضب الفرنسيين الذين تظاهروا ضد هذا المشروع وتعهد ماكروان العمل ضد الهجرة غير الشرعية الحل لم يكن في خفض رواتب التقاعد ولم يكن في رفع المساهمات الاجتماعية للعاملين ولم يكن بالإمكان إبقاء الوضع على ما هو عليه لأن ذلك يعني تراكم زيادات في العجز وتزايد الديون للأجيال المقبلة وبالتالي هذا الإجراء كان ضروريا وفور انتهاء الرئيس الفرنسي من خطابه سرعت زعيمة اليمين المتشدد في فرنسا مارين لبان إلى القول إن ماكرون يمارس السلطة بطريقة انفرادية وسخيفة على حد قولها بينما رأى زعيم الياسار جانلوك ميلانشون أن الرئيس منفصل عن الواقع تماما بدوره حذر الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل لوران برجين من النقمة الشديدة في أوساط العمل مستبعدا أن يستئناف للمحادثات مع ماكرون في المستقبل القريب منذ إطلاقه دعوة إلى استقلال أوروبا الاستراتيجي وإبقاء مسافة في مسألة تايوان يتعرض الرئيس الفرنسي لحملة تشكيك واتهامات فهل تجريد ماكرون من دعم حليف الألماني يقضي على فكرته الاستقلالية أم أن المتغيرات الدولية وتراجع الهيمانة الأمريكية يصبني في مصلحة خطته لبناء قوة ثالثة في العالم تقرير حسن عبدالله واشنطن لا تعيش أفضل مراحلها وهي غارقة في أزمات داخلية وخارجية لكنها لم تضطر إلى فتح النار مباشرة على الرئيس الفرنسي لحرق وإسكاة دعوته للاستقلال الاستراتيجي حلفاء واشنطن والعاملون في فلكها فتحوا الجبهات السياسية والإعلامية على الرئيس الفرنسي بشكل غير مسبوق ووصلت نيرانها إلى تهديد الزواج الألماني الفرنسي داخل الاتحاد الأوروبي وزير المالية الألماني كريستيان لندنر وفي أول موقف علني لمسؤول ألماني وصف فكرة الاستقلالية الاستراتيجية بالساذجة أكثر من ذلك حسم لندنر مصرية التبعية لواشنطن بقوله إنه لا يمكن تصور توفير الأمن على الأراضي الأوروبية من دون الإمكانات النووية الاستراتيجية للولايات المتحدة موقف برلين يبدد كل ما تردد سابقاً عن تنسيق فرنسي ألماني في الكواليس بشأن مواقف مكرون لسيما أن الأخير استحوى معه رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين وهي وإن كانت تمثل أوروبا أولاً إلا أنها تبقى ألمانية ومآلها يعود إلى مصالح بلدها وبهذه الحصيلة يجرد مكرون من أهم حلفائه الأوروبيين رغم تأييده من قبل بعض الأصوات في أوروبا الشرقية رغم أهمية ألمانيا ووزنها في أي خطط أوروبية للاستقلال دعوة مكرون الأخيرة لم تولد من الفراخ ولا هي تنطلق من خطوة في المجهول المتغيرات الدولية المتلاحقة ربما تهيئ الظروف الموضوعية لكي يطلق مكرون مشروعه الأوروبي متلمساً انحسار الهيمنة الأمريكية وتوسع دور الصين وثبات روسيا إضافة إلى تحدي حلفاء إقليميين للغرب الولايات المتحدة وبناء شراكات جديدة بعيداً من المصالح الأمريكية الإعلام الغربي يعكس هذه الحقائق فصحيفة سندي تايمز ترى تحول العالم العربي بشكل عام والخليجي بشكل خاص عن الاعتماد على أمريكا فيما لاحظت مجلة The National Interest الأمريكية ابتعاد تركيا عن مدار الناتو واقترابها أكثر من أي وقت مضى من روسيا أعلن المدير العام لشؤون منطقة الخليج في وزارة الخارجية الإيرانية علي رضا عنايتي أن الرئيس إبراهيم رئيسي قبل دعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياضة وأشار عنايتي إلى أن الرئيسي سيقوم بها وفقاً لجدول أعماله وإذا أكد الدبلوماسي الإيراني أنه سيعاد فتح السفارتين بين البلدين قبل التاسع من أيار مايو المقبل تحدث عن إمكان عقد لقاءات أخرى بين وزيري خارجيته البلدين في المستقبل القريب من جانب آخر أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كانعاني أن العلاقة بين إيران وذربيجان لها أعداء وأن الكيان الصهيوني أحدهم وفق تعبيره العلاقة بين إيران وذربيجان لها أعداء والكيان الصهيوني هو عضو لهذه العلاقات من دون شك فاستراتيجيته هي إثارة الفتن بين دول العالم الإسلامي لزعزعة الأمن الإقليمي ندرك جيداً أن هناك مستفيداً من التوتر بين البلدين ونسعى إلى إنهائه دبلوماسياً الاتصالات بين وزراء الخارجية في البلدين كانت تطوراً إيجابياً ضمن إطار العمل المشترك لتغيير الأوضاع الحالية وإبعاد التوتر إيران ستواصل مساعيها لتعزيز علاقاتها الإقليمية وتمتينها كان عاني شدد على أن الاتفاق بين إيران والسعودية في بكين يمضي قدماً مع تبادل الوفود التقنية بين العواصم ولقاء وزيري الخارجيتين تنفيذ الاتفاق بين إيران والسعودية في بكين يمضي كدما مع تبادل الوفود التقنية بين العواصم واللقاء وزيري الخارجية العلاقات بين تهران والرياض أصبحت بشكل مباشر وموعد فتح السفارتين أصبح قريبا علاقاتنا مع السعودية لا ترتبط بموضوع الملف النووي ونحن منفتحون على جميع الدول وعلاقاتنا لا تقتصر على منطقة محددة لكن العالم يشهد تغييرا في معادلات القوة وأمريكا لم تعد قوة عظمى وسياسة القطب الواحد انتهت وصل 104 أسرى يمنيين إلى مطار صنعاء الدولي ممن كانوا في السجون السعودية عبر طائرتين للصليب الأحمر وزير حقوق الإنسان في حكومة صنعاء علي الديلمي أشر إلى أن الذين حرروا اليوم هم من اليمنين تم اختطافهم واعتقالهم من أعمالهم وأماكن إقاماتهم في السعودية ومناطق حدودية هذا وعلن التحالف السعودي استكمال عملية تبادل الأسرى بإطلاق 104 أسرى يمني بمبادرة إنسانية من المملكة مشددا على أن المبادرة هذه تأتي لتثبيت الهدنة وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية رأى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ أن اليمن الغارق في الحرب لم يشهد منذ ثماني سنوات فرصة جادة لإحلال السلام كهذه وأكد في مداخلة عبر الفيديو أنه ما زال هناك الكثير لفعله على هذا الصعيد بعد عام من الاتفاق على هدنة برعاية الأمم المتحدة يمر اليمن مرة أخرى بمنعطف الهدنة واصلت تحقيق نتائج رغم أن مفعيلها انتهت قبل ستة أشهر والطرفان منخرطان في الخطوات التالية أعتقد أننا لم نشهد منذ ثماني سنوات مثل هذه الفرصة الجادة لإحراز تقدم نحو إنهاء هذا النزاع والبيئة الإقليمية المشجعة ستعزز جهود السلام انطلقت في السويد مناورة عسكرية كبرى باسم رورا 23 وهي أكبر تدريب وطني في نوعه خلال السنوات 25 الماضية المناورة التي تشارك فيها 14 دولة ونحو 26 ألف شخص في جزيرة جوتلند وقربها ترمي إلى تعزيز الإمكانات لمواجهة هجوم مسلح على البلاد وبحسب بيان لوزارة الدفاع التي أشارت إلى مشاركة قوات الجيش والقوات البحرية والجوية ووحدات أخرى في المناورة أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مهمة تطوير إسطول المحيط الهادئ لم يجري إلغاؤها أو إزالتها بوتين وخلال اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو شدد على أنه يمكن استخدام قوات الأسطول بمكونات فردية في الصراعات على أي اتجاه الأولوية لقواتنا الدفاعية وهو شيء واضح بالنسبة إلينا والمهم أيضا هو كل ما يتعلق بحماية شعبنا في منطقة الدومباس وأراضينا الجديدة لم يقل أحد أننا يجب أن نتوقف عن تطوير أسطولنا البحري بما في ذلك أسطول المحيط الهادئ لهذا السبب أطلب منك مواصلة هذا العمل وأعداد تدريبات مماثلة للأساطيل الأخرى ومن دون شك يمكن استخدام بعض أساطيلنا في أي نوع من أنواع الصراع وفي كل اتجاه أطلب منكم أخذ ذلك في الاعتبار بدوري أعلن شويغو خلال الاجتماع بدأ المرحلة الأخيرة من عمليات التفتيش في بحر أخوتس في الوقت الحالي نقوم بتنفيذ المرحلة الثانية من عمليات التفتيش حيث تعيد تشكيلات السفن تموضعها في الجزء الجنبي من بحر أخوتس وتنفذ مناورات عسكرية وتتحقق من الترتيبات تحت الماء سنبدأ المرحلة الأخيرة من عمليات التفتيش وستقوم البوارج بالتعاون مع فرق صواريخ الساحل بتنفيذ عمليات إطلاق صواريخ إلكترونية أجمع نائب وزير الخارجية الروسية أندريا رودينكو والممثل الخاص للحكمة الصينية بخصوص شبه جزيرة الكورية ليو شياومينغ على أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية التصعيد حول شبه الجزيرة الكورية الخارجية الروسية عقب اجتماع الجانبين الروسي والصيني في موسكو أشارت لأنه جرت مناقشة الوضع الحالي حول شبه الجزيرة الكورية على نحو موضوعي واتفق الطرفان على أن مسؤولية التصعيد الحالي تقع على عاتق واشنطن وحلفائها الذين يرفضون خلافا للاكتزاماتهم إجراء حوار مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لمنح ضمانات أمنية واتخاذ إجراءة عملية لبناء الثقة حضرة سلوفاكيا استيراد الحبوب الأوكرانية وغيرها من المنتجات الغذائية لتحذو بذلك حذو بولندا وهنغاريا وقال وزير زراعة السلوفاكي سامويل فالكان إن الحضرة يرمي إلى حماية قطاع الزراعة المحلي وصحة المستهلكة أيضا وكانت وزارة الزراعة في سلوفاكيا قد قالت إنها أجرت تحليلا لعينة من الحبوب الأوكرانية مؤشيرة إلى أن نتائج التحليل أظهرت وجود مبيد حشري غير مصرح به في الاتحاد الأوروبي يؤثر سلبا في صحة الإنسان أعلنت البحرية الأمريكية أن المدمرة يو أس أس ميلريوس التابعة لها التي تحمل صواريخ موجهة أبحرت عبر مضيق تايوان وقالت البحرية الأمريكية في بيان لها إن السفينة الحربية أجرت عبورا روتينيا لمضيق تايوان في المياه حيث تنطبق حرية الملاحة والتحليق في أعالي البحار بما يتماشى مع القانون الدولي بحسب البيان الصين في المقابل أعلنت بقاء قواتي على مستوى تأهب عال مع مراقبة مرور المدمرة يو أس أس ميلريوس الناطق باسم الجيش الصيني قال إن القوات تبقى على مستوى التأهب على الدوام وستدافع بعزم عن السيادة الوطنية والأمن فضلا عن السلام والاستقرار الإقليميين في موازاتي ذلك أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن بلادها ستنضم إلى الولايات المتحدة واليابان في تدريبات مشتركة على الدفاع الصاروخي في المياه الدولية تجري القوات البحرية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تدريبات مشتركة للدفاع الصاروخي في البحر الشرقي اليوم وتنظم هذه التدريبات لتحسين قدرتنا في الرد على الصواريخ الباليستية والتهديدات النووية والصاروخية المتزايدة لكوريا الشمالية هاجم البيت الأبيض بشدة لبرازيل بعد تصريحات للرئيس لبرازيل لويسي ناسي الأولادة سيلفا في خضم زيارة أجراء أخيرا إلى الصين نتهم خلال واشنطن بتشجيع الحرب في أوكرانيا المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قال أن البرازيل تردد ببغائيا ناء الدعاية الروسية والصينية من دون أن تنظر باتاتا إلى الحقائق وفق تعبيره تقديم واجبات الإفطار عادة منتشرة في كل المناطق الإفوارية فالمساجد في كوتيفوار تستقبل الجميع مسلمين وغير مسلمين على موائد الشهر الكريم تقرير علي مرتضى ترجمة نانسي قنقر شهر الله يجتمع فيه أعيان المجتمع الليبوري المسلم لإحياء شعائر شهر رمضان المبارك وبالتزامن مع الشهر الكريم تبدأ مساجد المنطقة باستقبال التبرعات العينية من الطعام لاستضافة الصائمين عند الإفطار وفي مختلف المساجد ومع غيب الشمس يأتي وقت الصلاة ثم يفطر الصائمون في ضيافة الرحمة أود أن أقول شكراً لكل الأشخاص الذين يقومون بأعمال الخير في هذا الشهر ويفكرون فينا أنا أنهيت عملي للتو وجئت إلى مسجد المغربي في يوبوغون فوجدت الطعام والشرب وأفطرت هنا كأنني في المنزل هذه هي قيم الإسلام الحنيف منذ بداية هذا الشهر الكريم والبركة تحل علينا وإن شاء الله سننهي الشهر في ضيافة الله أسأل الله أن يعطينا القوة لإرضائه في هذا الشهر في مجمل البلاد تبلغ نسبة المسلمين نحو 33% لكن إن جلت على المساجد في يوبوغون وحدها تجد أنها تستقبل الجميع مسلمين وغير مسلمين يجلسون جنبا إلى جنب وقت الإفطار ليس المسلمون فقط من يأتون إلى المسجد عند الإفطار بل كل من يريد أن يأكل يستطيع المجيء هذا شهر الله والجميع مرحب به منذ عشرين عاما ونحن في المسجد نشجع الأهالي في الحي على تقديم الطعام ونقوم باستضافة الجميع عند الإفطار لأنه شهر الله تأبى المساجد في الكود بوار أن يمر يوم من شهر رمضان الكريم من دون تقديم وجبات الإفطار للجميع هي عادة منتشرة في كل المناطق الإفوارية تقريبا جعلت المساجد في شهر رمضان مقصدا للمسلمين وغير المسلمين وقت الغروب علي مرتضى أبي جاء المياد من نافذة على كوتيب وار نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة ولكن قبل ذلك هذا تذكير بأبرز العنوين الأمن التونسي يعتقل زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي بعد مداهمة منزله والحركة تطالب بالإفراج الفوري بعد الجزائر وزير الخارجية السوري في تونس لثلاثة أيام لإعادة تطبيع العلاقات مع استمرار المعارك بين الجيش السوداني والدعم السريع وارتفاع حاصلة الضحايا البرهان يحل قوات الدعم السريع وحمدتي يطلب تدخل المجتمع الدولي ماكرون يدافع عن إصلاح نظام التقاعد ويقول أنه يشعر بغضب المعارضين له وقادة النقابات والمعارضة يعدون خطابه انفصالا عن الواقع الفلسطينيون يحيون ليلة القدر ونحو 280 ألف مصل في المسجد الأقصى المبارك لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات المايدين على الإنترنت المايدين دوت نت باللغة الثلاثة العربية والإنجليزية والإسبانية ألقاكم على خير اشتركوا في القناة